تحية طيبة لكم مشاهدين وأهلا بكم إلى النشرة الجوية نسهلها بصورة الصاتل لنهاري اليوم والتي تظهر أجواء مستقرة وصفية بشمال ووسط المملكة مع صحوب عليا بالمناطق الجنوبية خلال الصباح بما شئت الله سيتكون ضباب وصحوب منخفضة بالسهول الأطلسية وبالسواحل المتوسطية وستكون الأجواء مستقرة بمعظم المناطق الشمالية مع سماء قليلة الصحوب إلى الصابية درجات الحرارة ستصل مقيسها إلى درجات تحت الصفر ببلمان درجة صفر بإفران أربع درجات بفاس خمس درجات ستسجل ببعرفة سبع درجات مرتقبة بفيقيق والرباط تسع درجات بالعرائش طنجة وتطوان وخلال الظهيرة ستسجل أربع وعشرون درجة بفيقيق اتنتاني وعشرون درجة بتازة ونات ووزان عشرون درجة بالحسيمة إحدى وعشرون درجة ستسجل بمدينة ستات بالمناطق الوسطى للمملكة الأجواء عموما مستقرة وتتخللها سحب من الأجواء العليا درجات الحرارة ستصل مقيسها إلى سبع درجات بالراشدية تسع درجات ستسجل بأرفود بني ملال ورزازات ومراكش ثلاث عشرة درجة بالصويرة وسدي إفني وخمس عشرة درجة ستسجل بطاطة خلال الظهيرة مرتقبة تسع وعشرون درجة بتارودانت سبع وعشرون درجة بيغليميم تاتا وزاقورا ستة وعشرون درجة ستسجل بورزازات واربع وعشرون درجة بأغادير وبشمال الأقاليم الجنوبية الأجواء مستقرة أيضا مع سماء قليلة سحب درجات الحرارة ستصل إلى تنتا عشرة درجة بالزاق أربع عشرة درجة ستسجل بسمارة خمس عشرة درجة ببكرة عيون وبجدور وس toutes عشرة درجة بكل المتر فيا وقلتت زمور أما المقيس العليا ستصل إلى تسعين وعشرين درجة ببكرة والعيون ثمانة وعشرون درجة ستسجل بسمارة وقلتت زمور سبع وعشرون درجة بالزاق وستة وعشرون درجة ببجدور بمناطق أقصى الجنوب التقص سيكون مستقرا ومشمس درجة الحرارة ستصل مقايسها إلى 16 درجة ببر انزاران 17 درجة ستسجل بالدخل أو سرد و19 درجة بالقويرة خلال الظهيرة مرتقبة 33 درجة بالقويرة 31 درجة ببر انزاران 30 درجة أو سرد و24 درجة بمدينة الدخل فيما يخص حالة البحر سيكون هادئا إلى قليل الهيجان بسواحل الواجهة المتوسطية بالبغا سيكون قليل الهيجان إلى هائج بسواحل الأطلسية ما بين الأسبرتل وطرفايا وسيكون قليل الهيجان إلى هائج بسواحل أقصى الشنوب المد بمدينة الرباط في تمام الثالثة صباحا و22 دقيقة وتمام الثالثة مساءا و22 دقيقة والجزر في تمام التاسعة صباحا و36 دقيقة وتمام التاسعة مساءا و40 دقيقة شروق الشمس على الساعة 47 دقيقة والغروب على الساعة 27 دقيقة خلال يومي الأحد والاثنين من المرتقب أن يكون التقص مستقرا بمعظم مناطق المملكة مع انتشار السحب من الأجواء العليا هذا وسينتشر ضباب وسحب منخفضة خلال الليل والصباح بجوار السواحل والسهول الأطلسية بالواجهة المتوسطية وأيضا بالمنطقة الشرقية يومي الثلاثة والأربعاء من المرتقب ظهور سحب ركامية وأحيانا غير مستقرا بالأطلس بالمنطقة الشرقية وبالجنوب الشرقي بباقي جهات المملكة الأجواء بإذن لا ستكون مستقرة وقليلة السحب والآن مشاهدنا سنتعرف على أحوال التقصي بعواصم المغرب الكبير أوروبا والشرق الأوسط شكرا لكم على طيب المتابعة مشاهدنا وإلى اللقاء شكرا لكم على المشاهدة